السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفاهمان في درسي السابق تحدثنا عن طريقة التجسس على المؤلفين ورفع كتبنا في نفس الفئات الكاتيغوريز التي تحقق مبيعات لهذه الكتب وشاهدت العديد من التعليق الخاصة بكم تسألنا فيها عن طريقة رفع الكتاب في أكثر من فئتين ليظهر في العديد من الكاتيغوريز ومضاعفة احتمالية بيع كتابكم لذلك ارتأيت اليوم أن أريكم الطريقة فما عليكم إخواني سوى اتباع الخطوات التي سأقوم بشرحها في هذا الفيديو وحب موفق للجميع إذن أول شيء إخواني الرابط الذي سوف نقوم بالشرح عليه ستجدنا في وصف هذا الفيديو ويجب عليكم الدخول أولا بحسابكم في أمازون ثم عند الدخول إلى الرابط ستجدون هذه الصفحة أمامكم بهذا الشكل إذن إخواني هذا هو الكتاب الذي سنقوم بمنافسته لاحظوا معي أن المؤلف قام برفع هذا الكتاب في أكثر من فئتين فلاحظوا هذه الكاتيغوريز الأولى والثانية والثالثة والعديد من الكاتيغوريز الأخرى لكن أمازون تكتفي فقط بإظهار ثلاثة ولنتأكد من الأمر نقوم بنسخ الأسعين الخاص بهذا الكتاب كما شاهدت في الفيديو السابق وأقوم برفعه هنا في هذا الموقع كذلك سأترك لكم رابطة في وصف هذا الفيديو نقوم بالبحث إذن هذه هي الكاتيغوريز التي قام الكاتب برفع كتاب فيها واحد إثان ثلاثة أربعة يعني خمسة كاتيغوريز ماذا سنفعل الآن سنقوم بأخذ هذه الفئات ووضعها كذلك لكتابنا كيف ذلك؟ إذن أخواني عند الدخول إلى الرابط الذي ستجدون في وصف هذا الفيديو سوف تجدون هذه الرسالة الخاصة بأمازون فهذه الرسالة عبارة عن تومبليت أنت فقط تضيف الأسعين الخاص بكتابك ثم هنا تقوم بذكر هل هذا الكتاب تقوم برفعه في وانكوم أو يوكي أو أي منصة أو بلاتفورم أخرى ثم هنا كذلك هل الكتاب بيبر باك أو إي بوك ثم بعدها هنا الرابط الخاص بالكاتيغوريز أو الفئة التي سوف تقوم بإضافتها بالنسبة لهذه الخانة الأولى هنا خاصة بالفئات أو الكاتيغوريز التي تريد أن تضيفها أما هذه الخانة فهي لا تهمنا فهي فقط إن أردت أن تزيل إحدى الكاتيغوريز التي قمت بإضافتها سابقا إذن أقوم بإزالتها ثم الآن أعود إلى الكتاب فمثلا هذا هو الكتاب الخاص به وهذا هو الأسعين الخاص به أقوم بنسخه ثم أعود إلى الرسالة وأقوم بإزالة هذه الأسفار وأقوم بوضع الأسعين الخاص به أنا أقوم بالإشغال في Amazon.com إذن سأتركها ثم لدي كذلك كتب قليلة المحتوى إذن سأتركها كذلك إذن هذا هو الرابط على هذا الشكل من أين سنأتي به سنعود إلى الموقع الذي يحدد لنا عدد الفئات التي قام المؤلف بنشر كتابه فيها ثم أقوم بنسخها بهذا الشكل هذه هي الفئة الأولى أقوم بوضعها هنا بهذا الشكل ثم أقوم بنزول وإضافة الثانية إثنان نقطة وأعود وأقوم بنسخ رابط الفئة الثانية كذلك ثم ثالثة كذلك وهكذا دواليك حتى أنهي جميع الفئات التي أريد أن أضيفها وانتبهوا معي إخواني فمثلا كتابي يتحدث عن أنشطة الأطفال فلا يمكن أن أقوم برفعه مع الكتب الأدبية أو الكتب الصحية أو كتب من نوع آخر لذلك إخواني انتبهوا في أي كاتيجوري قمتم بوضعها تفحصوها بدقة حتى تتأكدوا من أن فعلا الكتاب الخاص بكم يمكن رفعه فيها أما بالنسبة لعدد الكاتيجوريز التي أقوم بوضعها الكتبي فأنا لا أتعدى خمسة كاتيجوريز كحد أقصى وعند الانتهاء اضغطوا على هذه الخانة من هنا وانتظروا رسالة من أمازون تؤكد لكم أن الفئات التي قمتم بإضافتها قد أضيفت لكتابكم بنجاح إذن إخواني كان هذا وشرح اليوم بسيط جدا إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه أول زر لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر